انا كسبت ألفين جنيه في يوم واحد وكل اللي صرفته هو سبعين جنيه بس ايوه يا صديقي اللي انت سمعته ده بجد مش مجرد كلام عشان اشدك انك تتفرج وعمل فيديو النهاردة عشان اشارك معاكو التجربة دي خطوة بخطوة عشان انت كمان تقدر تعمل نفس الارقام دي واكتر كمان وحتى لو مش معاك السبعين جنيه برضو تقدر تبدأ لان اللي جاي اكلمك عنه النهاردة مش محتاج اصلا راس مال فلو عايز تعرف اكتر بقى ازاي قدر تكسب الفلوس دي في يوم واحد وازاي تعمل انت ادها واكتر منها كمان يبقى دلوقتي تصلى على النبي واتتابع الحلقة دي للنهاية انا طارق صادق وانت بنغارني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم فيديو جديد معاكم طارق صادق بفكركم ان احنا في القناة بنقدم لك محتاج مفيد بشكل بسيط وخالي من كل الكلاكيعة فما تبخلش علي باللوقي الحلو بتاعك وكمان السبسكرايب من فترة قريبة صديقي كنت شاركت معاكم فيديو بتكلم عن وظائف ينفع تشتغلها حتى لو انت لسه طالب ومن ضمن الوظائف اللي اتكلمت عنها موقع اشتغلت عليه اسمه موقع تاجر ولقيت تعليقات كتير جدا منكم ان انتو عايزين نعمل فيديو عن تاجر لا بجد كتير اوي كتير اوي اوي كمان وعشان كده صديقي كان لازم اعملكوا الفيديو ده واشارك معاكم تجربت على موقع تاجر وازاي قدرت منه اكسب حوالي الفين جنيه في يوم واحد بس وكل اللي صرفته سبعين جنيه ومن البداية كده صديقي عايز اقولك ان ده مش اعلان للموقع المسؤولين عن الموقع ما يعرفونيش اصلا وما يعرفوش ان انا عايش وما تكلموش معايا ولا ده اعلان ولا اي حاجة واقسم بالله العظيم هو من البداية كده مش اعلان هيا تجربت الشخصية وبشاركها معاك عشان عارف ان في ناس ممكن تعتقد ان ده مجرد اعلان وانها باتحك عليك انا فعلا مش مستفيد منك اي حاجة في الفيديو ده والناس اصحاب الموقع بتوع تاجر مش دفعين لأي حاجة ولا ده اعلان ده كان تنويه في البداية وكان لازم اقوله ويلا بينا بقى ندخل في المهمة ليه يا صديقي تشتغل على موقع تاجر اول حاجة لان الموقع ده فكرته ان هو عنده المنتجات بتاعته وانت كل اللي عليك تختار منتج تعرف تبيعه وكل ما تبيع كل ما تكسب اكتر فانت مش محتاج تصرف علشان تكسب انت مجرد بس محد يشتري انت بتاخد فلوسك من غير ما تدفع اي رسوم وكمان المنتجات دي انت مش محتاج تجيبها عندك وتخزنها وتجيب لها مكان تحطها فيه ولا مضطر تدفع فلوس شحن ولا مضطر تعمل اي حاجة كل اللي عليك تجيب المنتج حد يشتريه تاخد فلوسك وبس والحلوة كمان ان الموقع ده مش على قد مصر بس ده انت كمان تقدر تبيعه في مصر والسعودية والامارات والعراق يعني كمان ريالات وضراهم وعملة اجنبية ومش عايزك تقلق ولا تخاف الموضوع بسيط واشرحولك دلوقتي خطوة بخطوة انا بعرفك بس في البداية ليه فعلا انا حبيت اشارك معاكم الموقع ده بالزال تعال بقى صديقي خطوة بخطوة كده اقول لك تجربتي انا عملت ايه اول حاجة صديقي هو الطبيعي دخلت على موقع تاجر وعملت عليه حساب بتدخل تسجل بالجيميل بتاعك او بتبدأ تكتب البيانات بتاعتك انت اللي هو رقم التليفون والاميل والاسم والحاجات دي بعد ما دخلت الموقع صديقي لقيت ان جواه منتجات كتير جدا وان هو زي ما قلتلك بيبيع في السعودية والامارات والعراق وكل الكلام اللي احنا قلناه حسيتني بقى صديقي تايه وسط كل المنتجات اللي انا شايفها دي ومش عارف ايه المنتجات دي ولا انا بيعها ازاي ولا هعمل ايه ولا فاهم اي حاجة فلقيت ان الموقع مقدملي كورسات مجانية ولقيت في ناس على اليوتيوب بتشرح لي كل حاجة في الموقع ده والمصادر اللي انا اتعلمت منها صديقي هاسبها لكم تحت في وصف الفيديو ولسه هنتكلم عنها في اخر الفيديو المهمة صديقي بعد ما شفت الفيديوهات والحاجات اللي هاسبها لكم في الاخر عرفت دلوقتي ايه المنتج اللي ممكن ابدأ بيه كده واجرب قلت ان احنا دخلين على فصل الشتا فالناس كانت بتستخدم تكيفات بشكل كبير في فصل الصيف فدلوقتي هيبدأوا يعينوا التكيفات بتاعتهم عشان ما قدش هتشتغل فلقيت في منتج هو عبارة عن كفر التكيف ده الخارجي والكفر بتاعه الداخلي قلت حلو جدا وده الموسم بتاعه ودي سرعة كويسة جدا ومن الفيديوهات والحاجات اللي اتعلمتها دي حاجة ينفع تتبع في الوقت ده فاهم حاجة صديقي لما تيجي تبيع شوف المنتج اللي تعرف تبيعه بعد ما تشوف الفيديوهات والكورسات اللي انا هاسبها لك تحت عشان هي اللي هتساعدك تعرفك بجد هل ده ينفع ولا ده كلام في الماغك بس بعد كده صديقي روحت عملت صفحة على الفيسبوك صفر متابعين صفر لاي صفر كل حاجة بدأها من الصفر طبعا هتحتاج في البداية انك تعمل صورة وغلاف عندك مواقع زكاية اصطناعي وعندك حاجات كتير ممكن تلجأ لها ممكن تجيب صورة وتحطها ممكن انت تدخل تصمم لك صورة مثلا على موقع كانفا في حاجات كتير ممكن تعملها المهم يعمل لك صفحة واعمل لها الصورة بتاعتها والغلاف بتاعها واختار لها اسم ده اللي بنسميه البراند نجي يا صديقي انك بتعمل براند وبتبدأ تخلي ليه الهوية بتاعته اسمه وصورته وغلافه والح بعد كده صديقي بدأت بقى انزل بوستات عن المنتجات اللي انا عايز ابيعها والحلوة صديقي ان في موقع تاجل اصلا هو بيديك صور جهزة ممكن تاخدها وتنزلها انت بقى لو عندك خبرة في الجرافيك خبرة في التصميم خبرة في اي حاجة ممكن تاخد انت الصور دي وتعدل عليها ما بتعرفش نزلها زي ما هيا وممكن تلجأ لأي موقع زكاية اصطناعي لو انت ما بتعرفش تكتب مثلا بوست شيق زي مثلا شات جي بي تي دخلت وقلت له انا محتاجك تكتب لي بوست تسويقي عن غلاف التكييف هنزله على الفيسبوك كتب لي بوست جميل حلوة فيه الايموجيز بتاعته كل حاجة جميلة وقم تكتب البوست وقم تحط الصور وقم ترافع بس المشكلة هنا صديقي ان دي صفحة جديدة وصفر متابعين فازاي هبيع ودي المشكلة اللي هتقابل ناس كتير قوي منكم ان احنا مش قادرين نبيع وان احنا صفحاتنا مش مشهورة ولا احنا البلوجر الفلاني ولا اللي بعمل اعلان العلاني عشان نبدأ نبيع الحاجان دي بسهولة طارق وعشان كده صديقي لجأت لل للحل الاسهل. واللي جاب لي كل النتايج وجاب لي كل الفلوس اللي جي اني اتكلم عنها النىردة وهو ان انا عملت اعلان ممول. طبعا انت لما تسمع الكلمة بتاع اعلان ممول يبقى انت تصرف بقى الف الفين جنيه عشان تعمل دعاية اعلانية عشان تقدر تبيع. مافيش الكلام ده خالص يا صديقي. كل اللي انا صرفته زى ما قلتلك سبعين جنيه وبس. لأن الاعلان الممول تقدر تعمله بداية من حوالي تسعة واربعين جنيه يعني انت لما تكون معاك تسعة واربعين جنيه تقدر ت فبالفعل صديقي عملت اعلان ممول للبوست اللي انا نزلته اللي في التفاصيل بتاعة الكافر بتاعة التكيف ودفعت 70 جنيه بس السبعين جنيه دي بقى صديقي خلال يوم واحد جابتلي ايه جابتلي صديقي اكتر من 30 عميل بعتولي رسالة يسألوني عن كافر التكيف ده سعره قد ايه وجابتلي اكتر من 16 تعليق بيسألوني تفاصيل عن الكافر بتاعة التكيف يعني حوالي يا صديقي 46 عميل في يوم واحد بس وكل اللي صرفته 70 جنيه قدرت اجيب حوالي 50 واحد يشتروا مني ب70 جنيه بس وعرفان انا مكنتش مدي وقت ولا اهتمام ولا تركيز كبير في الموقع ده انا كنت بس بجرب عشان لو التجربة نجحت اشاركها معاكو عن طريق بقى يا صديقي العمل اللي تكلمونه دول طبيعي في ناس هتكمل وفي ناس هتشوف السعر غالي وفي ناس مش هتحب الخامة كل التفاصيل اللي انت طبيعي تعدي بيا وبعد يوم واحد بس يا صديقي وبسبعين جنيه بس قدرت ابيع باكتر من 1900 جنيه يعني حوالي 2000 جنيه ال 2000 جنيه دول يا صديقي سعر المنتجات اللي الناس اشترتها طبعا المنتج ده مش بتاعك فيه الشخص صاحب المنتج فبياخد فلوسه وفيه شركة الشحن بتاخد فلوسها وانت بتاخد بقى الفلوس بتاعتك والنسبة بتاعتك انا النسبتي من حوالي 2000 جنيه دول كانت حوالي 300 او 400 جنيه عشان بقى صديقي تكون النسبة مصبوطة انا كسبت 2000 جنيه بس ال الفين جنيى دول هنطلع منهم يا صديقي فلوس المنتج نفسه هيروح لصحابهم وهتطلع لنفسك يا صديقي النسبة بتاعتك اللي هي كانت حوالي ربعمية جنيه كل اللي انت صرفته من الربعمية جنيه دول يا صديقي سبعين جنيه وبس لكن باقي الفلوس كلها بتاعتك يعني انت كسبت الفين جنيه فيهم صاف ربح حوالي 300 او 400 جنيه في يوم واحد بس انت متخيله لو عملت اعلان كل يوم ب70 جنيه وكل يوم كسبت 300 او 400 جنيه انت في الشهر هتعمل قد ايه؟ انت بتتكلم في حوالي 9000 جنيه في الشهر او اكتر وقول هتصرف كل يوم 70 جنيه فانت 9000 جنيه هتتبقى معاك حوالي 6000 او 7000 جنيه صافي ربح كل ده صديق وانت قاعد في بيتك معزز مكرم باللاب توب بتاعك او الموبايل بتاعك لانك ينفع تعملها بالموبايل في بقى صديقي شوية نصيح لازم اقولها لك عشان تقدر تعمل الكلام ده بكل سهولة الحلقة بتاع الطريق النهاردة غصبا عني مقدارش اقولك تفاصيل كتير عشان وقت الفيديو مايبقاش طويل قوي عليك وعشان كده انا هقولك تروح تتفرج على مين اللي هيكلموك بقى بالتفاصيل اللي عن طريقهم تقدر تختار المنتج اللي ينفعلك تقدر تسوأله وتكتب بوستات مناسبة تقدر تشد عملة عشان حتى لو ما معاكش 70 جنيه اللي تتعمل بهم دعاية اعلانية تقدر تقنع الناس وتقدر تلاقيهم وتجيبهم وتخليهم يشتروا اول مصدر معاك صديقي انك هتلاقي الموقع نفسه بتاع تاجر ده موجود عليه دورات تدريبية مجانية ما هي الناس نفسها عايزك تتعلم عشان لما هتتعلم هتبيع ولما هتبيع هتكسب فهما كمان هيكسبو وعشان كده هما بيقدموا لك كورسات ودورات مجانية انصحك تتفرج عليها لانها مفيدة جدا المصدر التاني اللي انا تعلمت منه كتير جدا واستفدت منه هي قناة على اليوتيوب اسمها ابو عبدو الراجل ده عمل فيديوهات كتير جدا عن موقع تاجر وبيعرفك فيه كل التفاصيل وهو من الناس اللي شكلها قدام قوي على الموقع ده لان بجد قالنا صيح كتير جدا فادتني زي ازاي يختاري المنتج وازاي يستهدف العمل ابتوعي وكل الكلام المهم اللي انت تحتاجه هتلاقي عند الراجل ده وطبعا كل المصادر اللي هتكلم عنها النهاردة والموقع بتاع تاجر وكل الكلام ده هتلاقوه تحت في وصف الفيديو الكلام اللي تحت الفيديو وهتلاقوني كمان كاتبه لكم في اول تعليق لو افتكرت المهم انت نزلت عملت لايك وعمل سبسكرايب ولا انت بتتفرج وانسيت خالص تعمل لايك وسبسكرايب انزل يا صديق دعمني بلايك وعمل سبسكرايب يعني بقولك كلامه هو هتكسب فيه فلوس قدرني انت كامير وعمل لي لايك ولو لسه مكمل للحلقة لغاية هنا انزل اكتبلي تحت في التعليقات رقم 43 عشان دي كلمة السر اللي اتعرفني من صحابنا اللي لسه مركزين ومصحصحين ومكملين لغاية هنا عايزك كمان يا صديقي تبحث على اليوتيوب عن ازاي تعمل اعلان ممول على فيسبوك عشان تشوف الخطوات خطوة بخطوة ازاي تعمل اعلان ممول وازاي بتستهدف الناس عشان الاعلان ده فعلا يوصل للناس اللي فعلا هيشتروا وطبعا يا صديقي مفيش حاجة بتخلى من العيوب فلو هكلمك عن عيوب موقع تاجر هقولك ان العيب بتاع علان لقيته بس فكرة ان المنتجات عليه غالية سيكة عن برة يعني المحفظة دي لو بتتباع برة بمية جنيه هتلاقيه هو بيبيعها لك بحوالي 120 جنيه طبعا لانه بيوفر لك مخازن وخدمة عملة وكل الكلام ده ودي كانت من الحاجات اللي قلقاني جدا وانا بدخل التجربة دي بس لما عملت العليل ممول والقيت الناس بتشتري فعلا يا صديقي انا اقتنعت ان الناس ممكن تشتري اي حاجة باي مبلغ الناس بقت مهووسة صديقي بالشوبنج والشرب من على الانترنت فبصراحة يعني ان كنت مستغرب انتو ازاي بتتفاعل مبالغ دي فغضر تكهيف ممكن تروح تجيبه من اول الشارع فما تقلاش اوى صديقي من فكرة ان المنتجات علي غالية صدقني الناس بتشتري دلوقتي اي حاجة وانت برضو اتقل له وشوف حاجات مناسبة كده وما تبعش اي حاجة والسلام وتاجر فحاجة تكون فاهم فيها شوية وقدام لما يبقى معاك فلوس انصحك لو تقدر تشتري المنتج ده بنفسك وتتفرج عليه وتشوف مميزاته وعيوبه وتصوره بنفسك وتبدأ تعمل ادعاية بنفسك وتصدقني اتفر معاك جامد جدا على اقل العميل لو قالك صور لي المنتج ولا شوف لي خامته لأي حاجة تقدر تبعته له في لحظاته وبس كده صديقة كنت شاركت معاكو النور ده تجربتي على موقع تاجر وازاي قدار تكسب الفين جنيه بسبعين جنيه بس لو الفيديو ده فادك يا صديقي ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب لان ده بيدعمنا دايما ان احنا نكمل وعشان تشجعني اعمل لك فيديوهات كتير من النوع ده لو عجبكم فلو عجبك النوع ده اكتب لي تحت في التعليقات انك عايز كمان من النوع ده واعمل لك اكتر من فيديو عن افكار تكسبوا منها فلوس وانتوا عادين في بيتكم لو انتوا طلاب او حتى خرجين او ايا يكن والمهم لو لسه نكمل الحلقة لغاية هنا انزل اكتب لي تحت في التعليقات تمت بحمد الله عشان نعرف من صحابنا الابطال اللي كملوا الحلقة دي للنهاية اتمنى صديقة تكون الحلقة دي لطيفة وخفيفة تكونوا اتبسطتم واستفدتم كان معكم طريق صادق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته